عايز اتكلم عن الاسماعيل يا جماعة ابن يعني ايه المشروع ده يعني ايه المشروع مشروع بتاع كابتن اهاب جلال اللي هو مشروع الهبوط زي ما بيتقال كابتن اهاب جلال عامل مشروع وانا امكن حتى هقولها تاني كان معايا كابتن محمد صبحي هنا في حوار ما بينه وما بينه نغمة مترددة بتتردد النادي الاسماعيل عنده مشروع كابتن اهاب جلال عنده مشروع يا جماعة انتم بتتحقوا عالجماهير انت في مركز 13 دلوقتي 19 نقطة ازاي نادي الاسماعيلي يبقى في المركز ده انا حتى النهاردة وانا بتفرج على الماتش اللعبة مع احترامي والله ده اللعبة في الدرجة التانية وفي الدرجة التالتة افضل منه عندها كورة وعندها حمية وعندها تحس كده ان فيه كورة اما النادي الاسماعيلي الاسماعيلي 3 اربعة الاسماعيلي اللعبة كلها لعبة بدائية يعني النشقين لو بيلعبوا كورة هيلعبوا افضل من كده ده مشروع ايه ده كابتن نهاب انا عايز اسأل كابتن نهاب جلال بس على المشروع ده لان النغمة اللي بتتردد دايما وبصراحة جمهور الاسماعيلي بصراحة مظلوم في الموضوع ده النغمة بتتردد من اول المقسم النادي الاسماعيلي بيعمل مشروع وزا ما بيتقال كده شفت ما بيتقالك احنا بيعنا الهواف ازايز هو بالزبط كده اتقل الجمهور حاجة وجمهور عايش عليها على انه مشروع ده مش مشروع خالص ده المشروع يتعامل يعني بنزام مشروع يتعامل بلعبة كويسة مشروع يتعامل بفكر صح مش مجرد ان انا بتحك عالجمهور وبتحك على الناس وبتحك على الاعلام بينا من بداية الموسم ان ما فيش ولا بينا عليه مشروع ده مشروع درجة تانية ده مشروع المشروع ده بيتعامل مع فرق درجة تالتة هو ده المشروع اللي هو انت عايز تسعد اما النادي الاسماعيلي مع كابت انهاب جلال بيعمل مشروع ازاي كيفة تهبط والله المشروع اللي بتعمل ده كيفة تهبط انت بتعمل مشروع ازاي اهبط ازاي اهبط بسهولة ازاي اخسر بسهولة ازاي ما يبقاش عند الامكانيات النادي الاسماعيلي من الصغية انا بعتذر لو الناس مثلا بتزعب مني دايما من ناج يا جماعة هو النادي الاسماعيلي صغير عشان يتعمل فيه مشروع كده النادي الاسماعيلي يعني نادي الإسماعيلي بجمهيريته بكيانه بأسماء اللي كانت موجودة بالنجوم اللي كانوا موجودين فيه ده نادي الإسماعيلي الكلام ده يتعامل مع أندية مع احترامي اللي هي ما عنداش ما فيش جمهيرية نادي مش مش شعبي نادي معلش مع احترامي لسه صعد حديثا فبيوصل للناس أنا بعد أقول للإعلام أنا أنا بعمل مشروع إن أعمل فرقة كويسة أنافس كمان كم موسم أعمل كذا حاجة الناس تتكلم عليه آه حقك أنت اللي أنك أنت فريق مع احترامي مش مش معروف أما نادي الإسماعيلي الكيان بتاعه والاسم بتاعه بصراحة ما ينفعش اللي يحصل فيه ده 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 يعني مش يا جماعة عشرين مباراة وماركز وماركز تلتاشر تسعتاشر نقطة بس ده أنت ما كملتش حتى ولا تعادلت ما فيش تعادلات يعني يعني أنت لو تعادلتها تبقى عشرين نقطة كمية الحالة اللي مبالل موجودة للعيبة حتى جوه الملعب فين ده فين فين اللعيبة دي مع احترامي والله ما يلعبه درجة تانية ده درجة تانية والله الدرجة تانية أفضل لعبة الدرجة التانية والتالتة أفضل مستوام أفضل من كده الحمية بتاعتهم أفضل من كده حتى لما بيلبس التيشرت ده دليل اللعيبة دي مش حاسة بقيمة نادي الإسماعيلي الناس تتفق تختلف يا جماعة اسم نادي الإسماعيلي كبير اسم كبير جدا بيتقال أهلي زمالك إسماعيلي هما كانوا هما كانوا المنتخب هو ده كان الأساس بتاع الكرة المصرية وأساس المنتخب وبرده نادي المصري كان بيطلع عند جومه وأسماء كبيرة جدا نادي الاتحاد بس أنا هتكلم عن الإسماعيلي الحالة اللي هو فيها دي أنتوا بتتحكوا ليه على الجماهير أنتوا ليه بتتحكوا على الناس يعني أنتوا ليه بتتحكوا على الجمهور ليه بيعتوا الوهم للناس من بداية الموس وأنا قلتها هنا والله قلت من أول الموسل ما بدأ قلت كده على المستوى اللي احنا شوفناه كانت باينة كمان في مستوى كانت مباراة الإسماعيلي والزمالك كان باينة جدا أن الفريق ضعيف باينة الإمكانات ضعيفة جدا مش ده نادي الإسماعيلي أرجو المسؤولين في نادي الإسماعيلي مجلس الإدارة وجهاز الفني أنتوا كده بتشتغلوا أنتوا كده بتشتغلوا إيه ده كده نادي الإسماعيلي مستوى سيء جدا مستوى فعلا سيء جدا ولا لعيبة ولا موهبة ده حتى مفيش لعيب يتقال عليه أن هو يبقى مستقبل مفيش لعيب حتى تقال عليه يتقال عليه أن هو في يوم الأيام ما سيبقى نجمل للإسماعيلي كلهم شبه بعض كلهم نفس المستوى أنا عارف أن أنا ممكن يكون كلامي قاسي شوية بس أنا ما بتحكش عن الناس أنا مش هتلع أقول إن شاء الله بإذن الله أن دي الإسماعيلي يرجع ويحاول يصلح من يصلح يصلح الدور التاني يصلح إيه؟ ده إحنا بدأنا خلاص في الدور التاني وبدأنا وفي الأخ وده أول ماتش النهارد يعني فترة الانتقالات الجديدة طب إيه إنت فترة الانتقالات الجديدة ما فيش فترة الانتقالات خلاص يعني أنت كده بتتكلم على السنة الجاية السنة الجاية ده أنت هتكون هبط أنت هتكمل بنفس المجموعة اللي موجودة دي يعني ما عندكش فترة التنقلات ولا تغيير ولا لعيبة ولا حتى بينا عليك ناشئين حتى أنك تقدر تطلح مستوى سايق جدا ما فيش لعيب كويس يعني أنا بتكلم فيه لازم نادي الإسماعيلي يفكر لازم المسؤولين في نادي الإسماعيلي يفكر سيبكم من المشروع ده ده مشروع درجة تانية ينزل كده نادي الإسماعيلي ينزل درجة تانية وبعد كده بقى يكمل مشروع للسعود تاني أتمنى أنه أنا عارف أنه ممكن الناس تزعل من الكلام ده بس دي لحقيقة جماعة أنا مش هجامل حد لأن نادي الإسماعيلي من الأندية الكبيرة جدا آآ برد